السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام للمشاهدين ديولي. كداري اللبس عليكم. كنت سمنى تكونوا بألف خير وعلى خير. انتم ما كنت شاهدوا هذا الفيديو. عندي واحد الكيك غزار خفيف كيجير وعب واحد المضاع. ثلاثة البيضات. كاست ساندة. واحد فاني واحد شوية ملحة. ونخدم الخالط حتى يوليها بحل بيض بحل كريمة. من بعد نزيد كاست الزيت. نزيده شوية بشوية. ثلاثة ثلالية. عود ندير كس ديال الحليب. من بعد نعبر واحد جوش كيسان ديال تحين الفينو. من يعني ما غديش ندير داعق الابيض. ندير تحين الفينو. بعد ما نكون غربلته. نديره. غدي ندير رسم علقة غي شوية ديال الخميرة الفورية. وساشة ونص ديال الخميرة ديال الحلوة. من بعد غدي ندير عندي الليمون والحامض مع السلين. اللي غدي نحط عهم طريفات صغار. وغدي نديرهم من الداخل ديال الكيك. وانا غدي ندير هاد الكيك في حواليب جو طابل. الله لا صدقوني اني جربتون فيهم. وكا يلسقوش. وسهلين يعني بلا ما تدير المول ديال كل شي حاجة. وعاد ديريال الزبدة وعاد هذا. هادو كيجيو السهلين. ويعني زوينين تجيو تفل منضر. ومنين طابولي يدرت ليهم غير لسوس ديال الشوكولات. زوعتهم هي عاديين. يعني بلا زواق بلا هذا. عاديين. والله لانك تاكلي الى بديتيها. غد تاكلي وحدة كاملة بوحدة. لانهم جو خفاف. انا اول مرة كندير كيك بهادا بالتحين سبيسيال. يعني الفينو. اول مرة. ولكن ارى جزوينة وغزالة. ما شاهدكم فيها. اه جربوها ان شاء الله سهلة. هادك الليمون. ارادة بالليمون موجود. غادي تقطعو طريفها. على النص او قطعو طرنش. وديرو لي شوية ديال الحامض. وعصرو في شوية دليمون. وديرو واحد شوية ديال الماء. وديرو شوية ديال الحامض. وديرو معا عويد القرفة. ما ديروش في القرفة مطحونة باش ما يكحلش ليكم. اعطي تعلق مزيان. انا را ما صورتش ليكم الفيديو ديال الليمون مع السل. ولكن را طريقة سهلة وبينة. مهم. ونخليكم مع تتمة الفيديو ان شاء الله. واسلام عليكم. شكرا. شكرا.